رواية عن الهوية وهل ينفع الإنسان يتزرع في أي أرض هيتحط فيها؟ وهل إحنا عنصريين بس مش عايزين نعترف لنفسنا بدأ؟ هل ينفع تتنازل عن معتقداتك بسهولة برغم التمدن والحضارة؟ ينفع الإنسان يبقى ليه تلات أسماء وتلات ديانات؟ يمكن هو ده السؤال الأهم بطلنا عيسى أو خزي أو 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 مسلم ولا مسيحي ولا موزي ولا بلا ديانة كويتي ولا فلبيني ده اللي هنعرفوا النهاردة في مراجعة روايتنا ساق البنبوء اللي حاصلة على جائزة البوكر العربية لسنة 2018 فيلا بينا رواية فعلا تستحق جائزة البوكر العربية وأنت عارف أن أنا عندي مشاكل مع الجائزة دي ومش بعترف بكل الجوائز اللي بتديها أو رواية اللي بتكسب الجائزة ولكن خليني اعترف المنتقى صراحة أن ساقط بنبوء اللي كانت بساعدة الساعدة العوسي الحصل على جائزة البوكر عشر تلات تاشر من دلوقتي بقولك أنها تستحق هذه الجائزة وبجدارة أعرفنا متأخر جدا 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 في مراجعة هذه الرواية فهي فايزة بالجائزة سنة 2013 وانا برجعها في عشرين اربعة وعشرين بعد اهداشر سنة من فزاة ولكن الحقيقة لو هاعود حداشر سنة تانية عشان اكتشف ضرة زي دي فانا مش خسرها تعال قبل ما نتكلم اقولك بسرعة كده تفاصيل عامل النهاردة عشان فيه كلام كتير جدا هنالك كلام عليه في رواية النهاردة رواية ساق البنبول كاتب سعود السنوسي الفائزة بجازة بكرة عشرين ترتاشر نشبت في السنة اللي قابليها عن دار العربية للعلوم ناشرون عادت صفحات ربعمائة واربعة صفحة في النسخة الوراقية ولكن انا سمعتها بنسخة صوتية عبد الكستوريتيل والحقال لنسخة كويسة جدا 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 مفيش اي مشاكل فيها وعجبت بيها بشدة وتعالي اقولك ملخص القصة ونحرق الاحداث كالعادة قبل ما نخش في القصة نفسها الكاتب بيحطك في خدعة بيشد انتباهك عشان يزود مصدقية العمل في الاول انت بتقرأ مقدمة للمترجم الله مترجم ازاي؟ مش الكاتب هو سعود السنوسي الكاتب الكويتي اللي بيكتب بالعربي بتقرأ مقدمة لمترجم بيقولك ان هو ترجم العمل ده من الفلبينية بناء على مذكرات كاتبه الاصلي للغة العربية ولم يتدخل في التفاصيل اللي فيه ومالوش اي وضع يد في الموضوع ونقل للموضوع نقله امين حادي انت يبدأ الشك يلعب في عبرة الله ازاي ترجمها؟ وازاي الكاتب سعود السنوسي طب ازاي العمل مترجم؟ ومين المترجم؟ حناكتشف بعدين المترجم ده واحد من الشخصيات الجانبية في القصة اللي بيقابلها بطل الرواية بتاعتنا خزيه او عيسى الطروف بيحكي لنا فيها معاناته مع التفرقة العنصرية الناتجة عن نسب المختلط والمذكرات دي كتبها في مرحلة متأخرة من الرواية وتسلمها المترجم اللي هو صديق للبطل وترجمها من الفلبينية الى العربية الفصلة بطل روايتنا هو عيسى الطروف كما يبدو من اسمه هو اسم عربي كويتي صرف ولكن الحقيقة ان بطلنا هو مختلط من قبل كويتي وام فلبينية بنبدأ قصة حياته في فترة كبيرة من الرواية في الاول اللي ما عيشته اثناء طفولته في الفلبين والاوضاع المتردية اللي هو عايش فيها واسرته اللي مكونة من جد يقارع الخمر وبيضيع اهوال الحرب اللي هو عاشها في مصرعة الديوك وبقية العائلة يا اما بتشتغل في ميها متواضعة يا اما بعضهم بيشتغل في الدعارة المقننة جو مسمون موبوء الام قبل ما هو يتولد بتهرب منه وتروح تقدم لشغل في دولة عربية اللي هي الكويت في الفترة دي هي بتشتغل عند اسرة والد ايسى اللي ينتمي لعائلة الطاروف المرموقة او للدقة قبيلة الطاروف فالحياة القبلية برغم التمدن والايشة اللي احنا عايشينها في الحضارة دلوقتي ما زالت تسيطر على المجتمع الكويتي طبعا انا بنوه ان ده كلام الكاتب في الرواية مش كلامي انا انا عمل ورحت الكويت ومعرفش الدنيا ماشية فيها ازاي ولكن الكاتب الكويتي هو اللي بيقول الكلام ده عن المجتمع بتاعه القب ده اقرب ما يكون الى متمرد شاعر وصحفي وكاتب مؤلف روايي وبطل من ابطال حرب التحرير في ايام الغزو الاراقي بيمر في مرحلة تمرد على التقاليد بيقع في حب الفتاة اللي بتشتغل عندهم والدة عيسى الفلبينية وبينتج عن الحب ده الطفل عيسى ولكن فجأة بتحصل تطور في الاحداث يختفي والد عيسى وتضطر الام انها تاخد الطفل وتسافر بيه للفلبين عشان يضربه وسط قصرتها ولكنها طول الوقت بتزرع جواه انه قويتي مش فلبيني ينتمي الى عصب ابوه هناك في ارض الثراء عكس الفقر المطقى اللي احنا عايشين فيه هنا هناك انت تنتمي لعائلة مربوقة لها اسم وسلطة وهبة بل بعضهم بيشتغل في السياسة بعكس الحياة الدنيئة اللي احنا عايشينها هنا هناك انت ليك اصل وبلد وعيلة من اكبر عائلات البلد فبينشأ الطفلة على الحلم الحلم انه يرجع لبلد ابوه ويعرف مصير ابوه الغامض اختفى فين ليه اخباره اتقطعت اثناء بقى الحلم ده وسعيه لتحقيقه بيسعى لتحقيق ذاته عبر البحث عن الانتماء والهوية هو هزيه ولا خزيه ولا عيسى ابن راشد الكويتي ولا الام الفلبينية جوسفين وازاي نشأت العلاقة اللي كانت ايمى على الحب بين طرفين متنقدين زي الراجل الكويتي المتعلم المثقف اللي بيشتغل مؤلف ومش لاقي حد يتكلم معي وحد يسمعه وحد يفهم افكاره ومن الفتاة اللي مش فاهم لغته بشكل كامل اصلا وهل هو ابن حلال ولا ابن حرام ناتج عن جواز ولا عن علاقة محرمة وهل هيروح الكويت فعلا اقدر اقول لك اه ان عيسى هيروح الكويت ولكن كل احلامه هتتحطم على صخرة الواقع والمجتمع المجتمع اللي يتلخص في جدته غنيمة اللي تمثل كل التقاليد العتيدة اللي يفضحها ويفضح عائلتها ان يبقى ليها حفيد يحمل الملامح الفلبينية ابن الخادمة ومين هو البطل الشعبي الفلبيني اللي عيسى كان واخده قضوة عشان يحقق بذاته ويمثل تحقيق البطل ده لاستقلال الفلبين زي ما هو بيدور على استقلال ذاته واثناء تدويره على اسمه الحقيقي بيدور كمان على هويته هل هو مسلم زي ابوه ولا مسيحي زي امه ولا بوزي زي مجتمع او جزء من المجتمع اللي نشأ فيه وبنشوف وجه تاني للبحث عن الهوية في حبيبته ميرلا الفتاة اللي نصف لبينية ونصف اوروبية وتعمل فيها نفس الكلام ولكنها كانت نتيجة لعلاقة محرمة صدفة بتشوف كل قصوة المجتمع في الرجل فبتلجأ للنحية التانية للمثلية اسئلة كتير جدا بيدور عليها بطل عيسى ابوه راح فين وليه الناس شايفها بطل هل المجتمع الكويتي هيتقبله ولا العنصرية هتظهر هل صوت ابوه اللي هو ورثه كافي ولا ملامحه الفلبينية هتقضي على مستقبله في الكويت رغم انتماؤه بالدي ان ايه او بصلة الدم لواحدة من اقوى واضعرق واقدم العائلات في الكويت رواية بتطرح تساؤلات كتير جدا وبتجيب القارئ معها في التساؤلات وتسيبه يجاول ولكن التساؤلات دي كلها تطرح علي سؤال ممكن اسأله لكن هل انت قريت رواية اللي تيتب بينتقد المجتمع بتاعه بهذه القصوة بينعك المجتمع بتاعه بالعنصرية بشكل صريح ورغم ذلك تاخد جوائز في نفس المجتمع ده وتكسر الدنيا وتتحول الى مسلسل انا لسه ما شفتوش الحقيقة ولكن الناس كلها بتقول ان هو ناجح وليه في التعليقات وانا بعد الفيديو ما خاص هنزل لكم الكلامنا وتعالى هروح للنقضة او ما عشان عندنا كلام كتير ممكن اقول لك من دلوقتي ان الروحة دي واحدة من افضل الروحات اللي انا قررتها في عشرين وعشرين لحد دلوقتي زي ما قلت لك كده في الاسئلة بمنتهى البساطة سعود السنعوسي بيواجه المجتمع بتاعه او للدقة بيواجه العوار اللي في المجتمع بينتقد المجتمع مرة عبر السخرية المريرة ومرة عبر الارتجال الحر او المونيوجات الحرة اللي بتكلم فيها بطلنا ويعبر فيها عن المأساة اللي هو عايشها جوه هذا المجتمع وازاي هو كويتي ويحمل جواز صفر كويتي ولكن يعامل معاملة الخدم وازاي في تفرقة في معاملة الخدم ازاي الناس بتعامل كأنها في مرتبة اقل من البشر وازاي ان المجتمع الكويتي رغم التمدن والحضارة التقاليد لسه بتحكمه بشكل صارم لدرجة ان ما ينفعش يتجوز ابن عائلة كبيرة غير بعائلة تماثلها في الحجم مش من فتاة في البينية وازاي ان البطل راشد اللي قام بدور بطولي في حرب التحرير استسلم بعد كده للواقع واضطر ان هو يتجوز من ايمان الفتاة اللي ما حبهاش ولكن العرف والتقاليد المتمثلة في الام اللي هي جدة عيسى غنيمة لما ضغطت عليه وخلف منها اخت عيسى الوحيدة خولها اللي بتمثل الحاجة الحلوة الوحيدة في الرواية على عيسى طبعا شخصية الام او الجدة غنيمة الثريدي الخارجة من كل المقاييس المعروفة في الكتابة شخصية اقرب الى التجسب تمثل القوة والصرامة وازاي ان التقاليد بتضغط عليها فاضغطت الحنو اللي بواها نحية ابنها وحفيدها ورغم كده تعبانة وعظمها هشة هل انت فهم الرمزية المقصود بيها الموضوع ده ازاي هي تتطير او بتتشائم من ملامح عيسى اللي ورثها من امه الفلبينية ده اللي خلاني اقول لك ان الشخصية دي بتمثل رمز للمجتمع القويدي نفسه الحقيقة ان الكاتب قدر فعلا يلعب بمشاعرك قارئ ويوضل يارجح فيك من اول الرواية لحد اخيرها قدر يعيشني في الفلبين بمنتهى دقة وصف صوت صورة شعائر تقوص حياة اكل شرب فقر عملة كل التفاصيل ولكن برضو مقدرش اخفل الحياة الكوي تتنقلب بطريقة حلوة جدا والدقة كويس قوي على التفريقة العنصرية والمجتمع الداخلي للفلبينيين اللي بيعيشوا فيه مع بعض بدون فروقات ازاي قدر يتلاعب ديك في شخصية مندوزا الجد الصارم الشرير السكير المقامر اللي كان مخلي حياة عيسى ظلام لحد الاخر ويخليك تتعاطف معايا بل يمكن تدمع عليه كمان ولكن ترجع بعد كده تكرهه اكتر لما تعرف السر اللي هو كان مخبيه في حياته ولكن ترجع تتعاطف معاه لما تعرف قسوته الشديدة دي كان سببها ايه انت واخد بالك هو خلاك تتأرجح كم مرة مع شخصية واحدة هي شخصية فرعية ما بالك بشخصية عيسى والتقلباته النفسية في الانتماء ما بين المجتمعات المختلفة وتقلباته في الميول للأديان المختلفة وحرته في البحث عن الحقيقة ما بين الإسلام والمسيحية والبوذية شخصية خولة الحاجة الحلوة في حياة عيسى ولكن في نفس التوقيت بتقف عند حاجز معايا من تدارش تتجاوزه عماته اللي واحدة فيهم بتمثل السلطة الغاشمة نوع فيها اكتر من حبكة واكتر من عقدة واكتر من مشكلة وكلهم يتلعوا حلوة جدا والكاتب قدر يمسك بتفاصيلها من الأول للآخر ويجاوبك على الأسئلة اللي هو عايز يجاوبك عليها ويسيب لك السؤال الرئيسي بتاع الرواية ويسيبك انت تقرر عبر مشهد نهاية ملحمي قايم علامات شكورة ما بين الفلبين والكويت وبيسألك سؤال لو انت مكان شخصية عيسى هتشجع الافئين زي كان عنده الجرء ان هو يضرب المجتمع الكويتي بمنتهى القصوى يجلد نفسه لان هو شخصيا كويتي في الواية تصل الى جوائز كبيرة وتترجم يعترض على الممارسات اللي هو ممكن يكون جزء منها بشكل مباشر او غير مباشر يعترض على التفريقة ويبايلك التفريقة دي في ادقة تفاصيل المرتبات معاملة رجال الشرطة نظرات الباعة نظرات الكويتي للكويتي والكويتي للفلبيني ويقولك ان ممكن يكون في امل في اجيال جديدة لدى تتخلص من هذا العوار وتتقبل الشخص الاخر بايدين مفتوحة بس السؤال هل الكلام ده ممكن يكون بعيدة عن الحقيقة؟ هل سعود السنعوسي مقابلش شخصية تنطبق عليها التفاصيل دي؟ لان هو بيوحيلك بطريقة او باخرى جوا الرواية ان ممكن تكون في حوادث الجواز بفلبينيات وينتق عنها نسل بالطريقة دي فالنسل ده يحمل ملامح فلبينية ولكن جمسية كويتية فهذا الشخصية دي مش موجودة بالفعل في المجتمع؟ وازاي الكاتب عيشك في جزء كبير من الرواية بفكرة الجنة الموعودة مع قصوة الحياة اللي هو شايفها في الفلبين وانتظاره لليوم العظيم يوم الايامة بالنسباله لما هيحط رجليه في ارض الميعاد ويتصدم بالواقع الحياة انا ممكن اقعد اتكلم ساعة على الرواية دي من غير مغطي كل تفاصيلها ومن غير محرقها من كترة ما العالم بتاعها دسم جده ولكن اخيان روح لخلاصة افضل عمل قوي دسم انا بالنسبالي مش شايف في اي عيون رواية اقرب ما تكون الى الكمال من اول صفحة لحد اخر صفحة الكاتب قادر يحافظ على انتباهك ويدخلك في رواية متلاحقة الاحداث برغم انها في احداث اجتماعية بيضرب بيها بيد من الحديد على قيم غلط وانسانيات لازم تتعدل بيغوص فيها جوا التاريخ الكويت التاريخ الفلبيني بينقلك صوت وصورة بيبين الجانب الحلو هنا والوحش هنا والحلو هنا والوحش هنا وبيعرض ازمة الهوية بكل تفاصيلها وهي قاتل انتماء لعرق وهي قاتل انتماء لبلد وهي قاتل انتماء لدين من امتع ما يكون ومن افضل روايه لنقريتها في عشرين اربعة وعشرين وممكن تكون من افضل روايات لنقريتها في اخر خمس عشر سنة ومن دلوقتي بقولك انها في الجانبMatt تبقى موجودة في افضل عشر روايات لنقريتها في عشرين اربعة وعشرين ولو ممكن اقول انها في افضل خمسة كمان ويمكن في افضل ثلاثة حقيقة حقيقة برغم ان انا قارق بي يا خوريخم انا مش قادر اشوف للرواية دي يا ايونس واشيت بشدة بمشهد النهاية ورمزيته وقوة تأثيره. وقد ايه بعد ما بتقفل اخر صفحة او بتسمع اخر دقيقة في النسخة الصوتية منها بضع التفكر. ولكن في الاول في اخر ده رايق انا انا عايز اعرف رايك انت بقى هل قريت الولايات ساقط بمبو هلعجبيتك? ولو قدتها تقييمك لها ايه? قلت في التعليقات من الكلام مع معظم استفيدك احسن التعليقات والشاهد ومراجعات بتطلق مجتمع كوكب الكتب يعني انت. ننسى اشترك في القناة وتفعل زر الجرد عني لايق وتشاهد هذا الفيديو. ولا عاستش بقى الاخرى اللي ويبطة افترك ده باك اللي جايسة وحافظة ايظهر قدامك على الشرق دلوقتي. فيديو ساعتك تعمل الكلام ده. روح تفرج عليه. اشوفك هناك. سلام.